بخصوص بيان الوزارة النهاردة واللي كان فيه توضيح مهم جداً لازم يظهر للجماهير بشكل كامل وفيما يتعلق بالإجراءات وإقاف بعض الأنشطة الشبابية يعني زي الإنفنتات يعني مثلاً وزارة الشواردة سعب بتعمل إنفنتات كده للشباب مثلاً حفلات مناسبات رياضية كلام من ده الحاجات دي هتتوقف خالص ملاش علاقة خالص ببطولة الدوري بطولة الدوري بتكمل بشكل طبيعي جداً مباراة بشكل طبيعي لكن القرار هتكون المباراة بعدم حضور الجماهير وكده كده المباراة في مصر من غير جماهير يعني اتكلمنا معاه بعض الأمور الأهمة التنصيق كامل ما بين وزارة الشواردة واللجنة الأولمبية لأن كان فيه لغة كبيرة جداً بعد بيان وزارة الشواردة وبعض الصحفيين طلعوا وتكلموا قالوا إن اللجنة الأولمبية بيتجاهز بيانه هتطلع تقول إن النقشاط كله حيوقف في مصر الكلام ده غير حقيقي بالتالي خلينا أقول له حركوا بيان اللجنة الأولمبية المصرية واللي أكد من خلالها المهندس الشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه لا يوجد قرار بوقف النشاط الرياضي في مصر ولا يوجد تفكير في هذا الأمر حالياً يعني لحد الفترة الحالية ما فيش أي تفكير بيقاف النشاط الرياضي في مصر كمان نتكلم المهندس يشام حطب وقال النجل المنبيه المصرية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء وقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذ خلال الفترة الحالية بشأن مرض كورونا ولا يوجد دعي لوقف النشاط الرياضي حاليا والأمر يتلخص في بعض التدابير الاحترازية لمواجهة مرض كورونا الأمور ماشية بشكل طبيعي يا جماعة هي عبارة عن بعض الإجراءات الطبيعية جدا لمواجهة هذا المرض وإن شاء الله بإذن الله كله يبقى في سلامة والأمور تبقى بعيدة عندنا خالص هنا في مصر عندنا حالات بس حالات قليلة وبيتم التعامل معاها إن شاء الله بإذن الله تعالى